فانا قررت له خلي اكتر. فاخليها بالمنظر ده. الوان الصراحة في منتهى الجمال. السلام عليكم. درس النهاردة ان شاء الله احنا اتكلم فيه عن او الوسائل الفنية. ايه هي الوسائل الفنية? هي مجموعة الخامات اللي بيستخدمها الفنان عشان ينجز العمل الفني اللي هو بيعمله. او الطريقة اللي بيستخدمها الفنان. وهنفهم الكلام ده قدام. ممكن نستخدم الوان الزيت. ممكن نستخدم الوان المية. ممكن نستخدم الوان الشمع. ممكن نستخدم الحبر لقلم رصاص او يستخدم اكريليك. دي بعض النمازج من. التابل دي بتلخصلي طبعا ممكن ما تبقاش كلها لكن الحاجات الاساسية او المهمة اللي فيها. عندي ودي بستخدم فيها المواد الجافة. زي مثلا الفح. اللي هي الوان الرصاص. كمان الوان الحبر الانك الباستل الوان الشمع اللي بنسميها الوان خشب. عندي دي اللي بستخدم فيها الوان او المواد السائلة. زي مسلا الوان المية. الاكريليك. الايل. الزيت. الجواش. التامبرا. التامبرا ده عبارة عن مجموعة صباغات بس مخلوطة بسفار البيض. عندي دي مش هنهتم بيه قوي. عندي ودي الحاجات اللي بيشكلها الفنان. زي مسلا انه يعمل اشكال من السلصال. يا اما الحجر. يا اما الخشب. يا اما المعدن المتال يا اما الجلاس. عندي ودي يهمنا فيها تعال بص كده على دي. انا كتبت له يعني جبل ما هي بوقت الفجر. بص هنا 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 طبعا واضح الفرق بين الوان المية مسلا والاكريليك. واضح هنا الوان الزيت. بتبقى الوان جميلة وزهية. تعال نكبر كده الصور عشان نتفرج عليه اكتر. دي الوان الزيت. ودي التامبرا. دي الاكريليك. هطلعز برضو في فرق بين تدرجات الالوان هنا وهنا. وهنا الوان المية. يمكن اكتر حاجة واضحة هنا بالنسبة لي الوان المية. الوان الزيت طبعا زاهية جدا بالنسبة لها. بعد كده نفس البرومت. هتلاقي هنا الوان الحبر الانك. هتلاقي هنا الفحم. وهتلاقي هنا البنسل وهتلاقي هنا لو طلع زينا هتلاقي في الخطوط هنا واضحة اكتر. مسلا في عن ده بالنسبة لي اللي هو العلوان الشعمة وهنا او العلوان الخشب. هتلاقي هنا العلوان سموث. هتلاقي هنا اللون نفسه لكن هنا في خطوط. وفي تفاصيل هنا اكتر لما ارسم بالكالر. فمجاني هنا برنامج ممتاز جدا ان هو يطلع لي صور لو انا قلت له مسلا الوان خشب. او لو قلت له الوان شامع هتلاقي في فعلا في تفاصيل هنا كتير قوي مش موجود هنا. دي تانية قلت له بانجالور تايجر. وهنا هتلاقي ان هنا فيه سلصال. واضح هنا ان هو معمول من السلصال. هنا معمول من الزجاج الملون. وهنا معمول من المعدن. وهنا معمول اكنه تمثال. فحسب انت بتكتب له ايف البرومت بيطلع لك الصورة اللي انت عايزها. دي طبعا امكانيات كويسة جدا في بكتب لي ازاي بكتب له هنا اللي انا عايزها وبكتب هنا هنا بقول له او ممكن اقول له بيفهم الكلام ده كله. وهنا بس بكتب له النسبة عشان قادر ان انا اعملها ستاشر لتسعة. دي لو عملتها بالوان الحبر. ودي لو عملتها بالفح. ودي لو عملتها بالجرافايد بانسل. ودي بقى بالالوان لو قلت له. وهنا لو قلت له بالوان الشمع. دي بقى لو انا هستخدم. ماشي احنا قلنا فيه في بانتنج. بكتب له النوع اللي انا عايزه وبكتب له كملة بانتنج. ممكن برضو ما اكتبش بانتنج وهو حيفهم برضو انا عايز ايه. فدي اول واحدة وبين فيها برضو الوان المية. والبقع الموجودة دي. فعلا بتحاكي الوان المية. هنا بقى لو قلت له عايز الوان زيت. وهنا لو قلت له عايز سلصال. رأي على الصراحة منتازة جدا. وهنا لو قلت له الزجاج الملون. وهنا الجواش بيكون اغمق شوية من الوان المية. وهنا اللي هو فان النقش نفسه. كل حاجة من دول ممكن تدخل على اليوتيوب وتتفرج عليها. بيتميز بانه فيه دقة اكتر وفيه خطوط واضحة. لو حتلاعز هنا مسلا ان السمك هنا البوردر نفسها واضحة. غير هنا. الفرقات دي كلها ممكن تبص على اليوتيوب وتعرف الفرق بين كل نوعه التاني. هنا مسلا الجواش والووتر كالر. هتلاقيه هنا الالوان هنا اغمق من هنا. هنا اديشت الارت. آآ طبعا الالوان جميلة جدا رائعة. هنا متجين حاطة اللمسة بتاعته. فانا قرت له خليه اكتر. فخلاه بالمنظر ده. الوان الصراحة في منتهى الجمال. عشان الصورة تكون واضحة انا جمع تسع صور من كلهم موجودين في نفس المكان. هنا الانك. البنسل. هنا الووتر كالر. هنا الباستل. هنا الاويل. هنا هنا دي بالزبط اتوضح لي كل نوع من الانواع لو انا كتبته يطلع لي صورة شكلها من ازاي. هنا الخصائص المميزة لكل وسيلة من الوسائل الفنية او هنا مسلا الالم الرصاص. بيقول انه بيطلع خطوط دقيقة جايدة للتفصيل. قابل للمسح مما يتيح تسرحات. الفحم مسلا خطوط او تزليل غامق وغني. وده لاحظناه برضو لو تلاحظ في الصورة دي حتلاقي ان الفحم نفسه الخطوط النفسها والتزليل يكون داكن. هنا الالم الرصاص لا العكس. الخافية نفسها انت بسيبها بيضة وانت بترسم ايه بالالم الرصاص. وهكذا. الوان الشامع الوان زي هي اللي حبر خطوط جريئة وثابتة. غلابا ما يستخدم للرسوم التوضيحية او الخط العربي. وكذا الدهان الزيت الالوان زيت الوان غنية وعميقة بجودة مضيئة. اللي اكرر لك متعدد الاغراض او الاستخدامات. الوان المية طبقات شفافة. احساس خفيف نتيجة لظهور الورق من ايه? من خلالها. الجواش غامق مقارنة بالالوان المائية. لها تشطيب مطفي اللي هو بسميه المط. النقاش اللي هو خطوط دقيقة نسيق غني. طبعا دي ترجمة للنسخة لنا حاططها هنا. الرقم اللي هو خطوط نظيفة ودقيقة وتدرجات. امكانيات لا نهائية للتأثيرات. ده الجدول بالانجلش. ودي بتوضح لنا الفروق بين الوسائل الفنية وبعضها. يبقى انت قبل ما تطلع صورة لغرض معين لازم تعرف الصورة دي عايز تطلعها في ايه? وبقى على اساسه تختار النوع اللي انت عايزه. تعال بقى نخدمه عشان نعرف ازاي نطلع صورة بالطريقة دي. دي اخر الصورة شفناها في فانا بقوله هنا الوان زي هي. او الوان نابضة. فهنا بكتب له نوع بعد كده بكتب البرامتر اللي انا عايز اكتبها. تعال كده نتجرب نكتب بوز لايت يير. طوي ستوري كرتون موفي. الشخصيت بوز يقتير اللي احنا عارفينها. وحقول له هنا. كالرد. وطلع الاسبكت ريشيو اللي انا عايزها. ممكن اسابها زي ما هي. وشوف كده حيطلع ايه? هنا طلعها لي بالوان الخشب. دي صورة كلها ملونة. هنا لما اعطلوا بنسل بس. هو يعني اطلع خبط. يطلعوا ولا يطلعوا تمام? فهنا جرافايت بنسل. الالم الرصاص. وهنا الوان خشب. لو انا عايزه قلم الرصاص بس فاكد عليه بقى. فاقول له هنا نفس البرومت. وحقول له هنا جرافايت. ده وكبر كده. هنا رسمي الاربع صور بالالم الرصاص زي ما انا عايز. طبعا تكبرهم اكتر عشان نشوفهم. هنا بعد ما كبرتها طلع كلها جرافايت. في بس حاجات من المنظر ده. ما عرفش دي عبارة عن الام الرصاص صور. لا لا صراحة اللون شاكل وزيتي شوية. وهنا برضو نفس الكلام. طبعا ساعت حاجة بتطلع قض منه. يعني ساعت مش كل حاجة بتكون مزبوطة. اخر حاجة حنقولها بتاعنا. بتاعنا هو دي موجود على ساعت اسمه. الانك هتكون في ديسكريبشن. دي بتقول لي تلاتة وتلاتين نوع من انواع هنا مسلا هنا الباستل وهكذا. هنا استخدمت عشان افهم الموضوع اكتر. فهنا مسلا دخلت وقلت له طلع لي كل نوع من انواع والنوع ده عبارة عن ابزت. فهنا مسلا في بانسل في وكذا. وبكده جماعة احنا خلصنا الدرس النهاردة. اتعرفنا فيها على وزي استخدم كل نوع. وكل نوع ممكن استخدمه في ايه بالزبط. ارجو الفيديو يكون عجبكم يكون شرح واضح. واشوفكم ان شاء الله للقاء الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله.